صباح السعيدة شايفين القلب اللي يخطى في القلب والعين؟ ريحة وطعم مش قادر أقولكم على الجمال ما تيجوا مع بعض نعملوا في البيت بطريقة سهلة وبسيطة ومش مكلفة معنا ربع كيلو من اللحمة المسلوقة وقطعتين من الدهن ممكن نستخدم اللحمة المفرومة أو صدر فرخة أو أي بواقف راخ من تنظيف البني ونعملوا في البيت وكباية ونص من فول السوية المفروم اللي أنا طحنة كويس جدا معلاء ونص من صوسة ديميجلاس رشة ملح وكمان رشة سكر ومعلقة صغيرة من الملح ولون أحمر بسيط وشوية بقى فلفل أسود مجرشين مش قادر أقولكم على الجمال طبعا إحنا اللحمة سلقينها ببوكي جرني بصل وكربس وجزر وحبهان ومستيكة وورق لورق يعني متبهرة وداعا إن إحنا نخلي اللحمة بقى هنعمل بلوبيب بيتي يستاهل بقوكم وفرومي بقى كل الكلام الجميل ده في الخلاط ومعنا بقى كباية من الشربة المتبهرة اللي طعمها رائع ودي فيها بقى كده الحد القوام المطلوب ومعلقة كبيرة من الجيلاتين خلاص نزلت الجيلاتين والشربة كل الكلام ده كله تجنس مع بعضه وعمل لي عجينة بلوبيب اتفرجوا بقى على الكمية اللي هتطلع هنطلع حوالي كيلو من البلوبيب وضمنين اللحمة ضمنين نضافة الحاجة اللي إحنا عاملينها قلب بقى حلو أو علبة كده عندك حط فيها كيس وملسيها بمعلقة من الزب وحكي تسامنا كده بقى علشان نشوف بقى الدهن اللي بيبقى على وش البلوبيب لما نيجي نفتح العلبة لحمة مضمونة عندك قطعة فراخ مسلوقة اعمليها بالطريقة دي عندك شوية بانيمن تقطيع الفرخة بعد ما خلتيها جمعيهم كده وسلقيهم في بوكي جورني وعملي كل الخطوات اللي احنا عملناها عايزة تضيفيتهم بودر بصل بودر ديفي بس صوصة ديميجلاس هيخلي البلوبيب يروح في حتة تانية خالص يعني هتجل البلوبيب تحليف ان هو جاهز واحلى من الجاهز كفاية ان هو من ايدك يا ست الناس بصي بقى هنحط بقى كل المكونات بتاعتنا البلوبيب بتاعنا مستوي محتاجناش نخلي اللحمة زي الطريقة المعتادة عملناها بطريقة سهلة تناسب كل البنات الصغيرة اللي لسه متجوزة اضغطي بقى على كمية البلوبيب بتاعتك عايزة تضع في الكمية دي فيها القوام ببقى بالشكل ده بنحط الشرب حسب ما بياخد معنا عايزينه قوامه كده زي العجينة ان احنا نفرده في القلب يتفرد معنا بسهولة طعمه مش قادر اقول لكم على الجمال هتجربوه وتدعو لي وعلى الفريزر على طول ساعتين وطلعيه واستمتاعي بالجمال طعم وقوام وريحة مش قادر اقول لكم يعني حاجة اختراع انا اول حد عمل اللحمة المسلوقة بالطريقة دي هو الطريقة المعتادة بنخلله بس جربوه الطريقة دي سهلة وبسيطة وبتنقذ في الازمات بصراحة بعد مرور ساعتين في الفريزر طلع بقى بالجمال ده اللي بيبقى كده وحضره شوية بيد وسامنة بلدي نحطه على وش البتزة سندة وتشات مصيف نادي كل شغال بصوا بقى اللهم بارك على الجمال طعم وريحة مش قادر اقول لكم الستوديو كله بقى ايه بقى عاديو يلا عايزين شوية تسندة وتشات اعملي بقى طاصة بيت كده واستمتاعي ووصفة سهلة وبسيطة ودايما دايما وصفاتنا سهلة وبسيطة كنت معاكم فاطمة وابو علي ونتقابل في وصفة جديدة والسلام عليكم